بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في شركة تطوير للخدمات التعليمية في هذا الدرس للصف الأول المتوسط في الفصل الدراسي الثاني في مادة لغة الخالدة موضوع درسنا لهذا اليوم هو الصنف اللغوي المعرب والمبني من الأسماء أهداف درسنا لهذا اليوم القدرة على التمييز بين المعرب والمبني وأيضا التعرف على بعض أنواع الاسم المبني مشاهد هذا السؤال ما الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني ما الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني هل منكم من يعرف الفرق بين الاسم المعرب والاسم المبني طيب نشاهد هذه الأمثلة ونقرأ ونتأمل هذه الأمثلة حتى بعد ذلك نتعرف على أيهما المعرب وأيهما المبني ولماذا كانت هذه أسماء معربة ولماذا كانت الأخرى أسماء مبنية أراقبك بكل الخوف أن تزل قدمك أراقبك بكل الخوف أن تزل قدمك شاهد المثال الآخر صدمت عندما وجدت أن قدمها كادت تزل صدمت عندما وجدت أن قدمها كادت تزل نشاهد كلمة قدم في الأعلى قدمك ونشاهد الحركة هنا الضمة ونشاهد صدمت عندما وجدت أن قدمها ما هي حركة الميم هنا الفتحة هنا الفتحة وهنا الضمة نتعرف على لماذا كانت هنا ضمة وهنا فتحة لماذا تغيرت الحركة بعد ذلك نشاهد المجموعة با أكتب لك هذه الرسالة أكتب لك هذه الرسالة نشاهد الأخرى يا من عشت سني حياتي أتقرب لله تعالى برعايتك يا من عشت سني حياتي أتقرب لله تعالى برعايتك كنت لك وأنت طفلة صغيرة العين التي تبصري كنت لك وأنت طفلة صغيرة العين التي تبصري رأيت أن هذا لن ينفعك الآن رأيت أن هذا لن ينفعك الآن كيف حدث هذا كيف حدث هذا نشاهد الكلمات الملونة هنا هذه ومن والتاء هنا والكاف هنا وأنت هنا والتي والآن وكيف وما هذه الكلمات الملونة نتعرف عليها بعد قليل نشاهد أولا المجموعة ألف أراقبك بكل الخوف أن تزل قدمك صدمت عندما وجدت أن قدمها كادت تزل أتأمل كلمة قدم في الجملتين السابقتين تأملنا كلمة قدم وقلنا أنها بالضمها الميم وقدم الأخرى كانت بالفتح أستخدم حرف الجر با ليسبق كل كلمة ليسبق كلمة قدم في إتمام هذه الجملة لا تسيري بفراغ نضع كلمة قدم لا تسيري كيف نقول نعم بقدمك في مكان لا تأمنين عاقبته لا تسيري بقدمك هنا حرف جر إذن أصبحت هنا إيش الميم أيوة بالكسرة إذن عندنا هنا قدم ب قدم بالضمة وهنا قدم بالفتحة وهنا قدم بالكسرة أملأ الجدول التالي وفق المطلوب موقع الكلمة الإعرابي في المثال الأول القدم في المثال الأول هنا ما هو الموقع الإعرابي في قدم هنا ماذا نقول عن الموقع الإعرابي في المثال الأول أن تزل قدمه نعم أحسنتم هو فاعل مرفوع أحسنتم هو فاعل مرفوع وفي المثال الثاني في المثال الثاني هنا قدم أن سبقت بأن ماذا نقول أحسنتم نعم اسم إن منصوب نشاهد أربعة ألاحظ الضبط الإعرابي في آخر كلمة القدم وأبين سبب تغييره ألاحظ الضبط الإعرابي في آخر كلمة القدم نشاهد الضبط الإعرابي هنا كما قلنا لدينا الضمة وقبل قليل الكسرة وهنا أيضا الفتحة إذن لدينا أكثر من حالة في نهاية كلمة القدم لماذا تغير هنا لماذا تغير نعم أحسنتم نقول الأسماء التي يتغير ضبط آخرها أسماء ماذا نعم أسماء معرضة التي يتغير ضبط آخرها بتغير حالتها وبتغير موقعها الإعرابي نسميها أسماء أسماء معرضة الأسماء التي يتغير ضبط آخرها أسماء معرضة أبحث في الأمثلة عن أسماء مبنية أكمل بها التصنيف التالي على غرار الموذج نكمل نشاهد المجموعة أسماء الإشارة لدينا كلمة هذه هذه اسم إشارة للمؤنث نبحث عن اسم إشارة آخر في الأمثلة هل لدينا اسم إشارة هنا نبحث نعم وجدنا هنا هذا إذن هذا أيضا اسم إشارة نقول هذه وهذا هذه أسماء إشارة الأسماء الموصولة هل لدينا أسماء موصولة هنا غير التي التي وغيرها هنا نعم أحسنتم لدينا من إذن أسماء موصولة التي ومن أسماء الاستفهام هل لدينا اسم استفهام هنا شاهدوا آخر مثال نعم أحسنتم إذن كيف كيف هنا اسم استفهام هو كيف والضمائر نعم لدينا أنت و لك وأيضا عشت الت وبرعايتك نعم الكاف و كنت الت وأيضا تبصرين كل هذه توجد بها الضمائر سواء كانت ضمائر منفصلة أو ضمائر متصلة وأيضا ظرف الزمان لدينا هنا الآن الآن ظرف زمان بعد أن وجدنا هذه الأشياء نستخدم كلمة هذه نجرب على كلمة هذه في ثلاث جمل بحيث تكون في محل رفع و نصب في محل نصب ومحل جر نستخدم كلمة هذه هذه طالبة مجتهدة هذه طالبة مجتهدة في محل رفع جاءت هنا هذه مبتدة هنا إذن هي في محل رفع إن هذه فتاة صالحة إن هذه فتاة صالحة جاءت بعد إن ماذا نقول عنها في محل ماذا نعم في محل نصب أيضا أعجبت بهذه المدينة في محل ماذا بهذه سبقت بالباء سبقت بحرف الجر الباء نعم في محل جر لاحظوا معي حركات كلمة هذه في الثلاث جمل هذه هنا بيش بالكسرة وأيضا هنا بماذا بالكسرة وأعجبت بهذه المدينة هنا أيضا بالكسرة هل تغيرت حركة هذه ألاحظ الضبط العرابي في آخر كلمة هذه هل تغيرت هل تغيرت كلمة الحركة العرابية هنا أو كسرة لا لم تتغير أحسنتم إذن ماذا نسمي الأسماء التي لا يتغير ضبط آخرها أحسنتم نسميها أسماء مبنية نسميها أسماء مبنية أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام كل هذه نعتبرها أسماء مبنية لا يتغير ضبط آخرها تلزم حركة واحدة هذه آخرها كسرة تستمر آخرها كسرة سواء كانت في محل رفع أو سواء كانت في محل نصب أو سواء كانت في محل جر لا يتغير ليست مثل الأسماء المعربة أستنتج أن للإسم حالتين الحالة الأولى أن يكون معرب وهو الذي يتغير شكل آخره بتغير موقعه الإعرابي في الجملة وأيضا أن يكون مبني وهو الذي لا يتغير شكل آخره مهما تغير موقعه الإعرابي في الجملة يلزم حركة واحدة إذن لدينا للإسم حالتين إما يكون معرب وإما أن يكون مبني المعرب يتغير شكل آخره بتغير موقعه الإعرابي إذا تغير موقعه الإعرابي كان مرفوع له حالة إعرابية وكان منصوب له حالة إعرابية أخرى وكان مجرور قد تغير أيضا الحالة الإعرابية ولكن المبني هل تتغير هل تتغير شكل آخره لا المبني لا يتغير شكل آخره مهما تغير موقعه الإعرابي أي كان جاء في في محل المرفوع أو جاء في محل المنصوب أو جاء في محل المجرور سواء كان مبتدى أو كان فاعل أو مفعول كلها لا يتغير شكله المبني لا يتغير شكله يلزم حركة واحدة نشاهد التقويم أميز الاسم المبني من المعرب فيما تحته خط أميز الاسم المبني من المعرب فيما تحته خط نشاهد الجملة الأولى الذئاب تتربص بك أنت وأمثالك إذن الذئاب تتربص بك أنت وأمثالك ماذا نقول عن الذئاب التي تحتها خط هل هي اسم معرب أو اسم مبني الذئاب أحسنتم اسم معرب لأنه قد يتغير شكل آخرها قد يتغير شكل آخرها بينما أنت نعم أحسنتم إذن أنت هو من الضمائر ويكون في الاسم المبني في الاسم المبني وأمثال أمثال نشاهد أمثال تحتها خط الكاف ليس تحتها خط إذن لدينا أمثال فقط أمثال ماذا نقول عن أمثال نعم اسم معرب لأنه قد يتغير شكل آخره الجملة الأخرى أنا أراقبك بكل الخوف والقلق أنا أراقبك بكل الخوف والقلق أنا ماذا نقول عن كلمة أنا؟ هل هي معرب أو مبني؟ أنا كلمة أنا هل هو اسم مبني أو اسم معرب؟ أحسنتم إذن اسم مبني اسم مبني لأنه أيضا من الضمائر كل بكل الخوف ها أنا أراقبك بكل الخوف بكل نعم كل يتغير آخرها كل يتغير آخرها إذن تكون في الأسماء المعربة القلق كلمة القلق هل هي اسم معرب أو اسم مبني؟ قلنا الأسماء المبنية هي الضمائر وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة هل القلق منها؟ وبعض الظروف هل القلق منها؟ لا ليس منها إذن نقول من الأسماء المعربة أحسنتم أراقب خطوك في هذا العالم أراقب خطوك في هذا العالم كلمة هذا كلمة هذا ماذا بها؟ نعم هي اسم إشارة إذن من الأسماء المبنية أحسنتم لا تنزلقي وراء دعاة الرذيلة لا تنزلقي وراء دعاة الرذيلة دعاة هل هي من الأسماء المعربة أو الأسماء المبنية؟ نعم أحسنتم من الأسماء المعربة لأنها ليست من الأسماء المبنية الأسماء المنصولة أو الأسماء الإشارة أو أسماء الاستفهام وغيرها إذن هي أسم معرب حسنتم إذن خلاصة درسنا لهذا اليوم أحوال الإسم قلنا ينقسم إلى قسمين معرب وهو يأتي مرفوعاً ويأتي منصوباً ويأتي مجروراً ويتغير حالته ويتغير آخر شكله بيتغير هذه الحالات يأتي إن كان مرفوعاً له حالة إعرابية وإن كان منصوباً تتغير حالته الإعرابية وإن كان مجروراً أيضاً تتغير حالته الإعرابية أما الاسم المبني فمن أنواعه اسماء الإشارة والاسماء الموصولة واسماء الاستفهام والضمائر وبعض الظروف هذه من أنواع الاسم المبني وقلنا أن الاسم المبني يلزم شكلا واحدا في آخره ولا يتغير بتغير موقعه الإعرابي وأما الاسم المعرف هو يتغير وإلى هنا نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته